في تطور لافت كشف نائب من تحالف الإطارة تنسيقي كشف عن وجود نسخة غير متداولة من الاتفاقية الأمنية التي تشر عن وجود التركي في العراق وأيضا تعطي حصانة للجنود الأتراك حيث قال النائب مصطفى سند أن النسخة المخفية تتضمن بنودا تعزز الاحتلال التركي ووجوده ما يثير قلقا واسعا في الأوساط السياسية يتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه العلاقة بين رئيس الوزراء محمد شيعة سوداني والإطار التنسيقي توترا كبيرا لسيمة في ظل الجدل حول قضية تنصت وانتقادات الإدارة الحكومة بشأن ملف نورزهير المتهم الأول بسرقة أموال ضريبية وأيضا المعروفة بسرقة القرن